بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه السلام عليكم وإحمد الله تعالى وبركته مع سلسلة الفقه المبسط العنوان ديال الحلقة ديالنا هو ناقد لهو الحدث فعدنا النواقد ديال الوضوء الثلاثة الأحداث والأسباب وما ليس بأحداث وأسباب دبالآن غادي نفسلو في الأحداث فالنواقد ديال الوضوء هي الحويج اللي تثبط لنا الطهرة تتعدم لنا الطهرة تتفسد لنا الطهرة وهي 16 تنقسموها الثلاثة ستا في تمانية في جوج ستا ديال الأحداث وثمانية ديال الأسباب هي 14 وجوج ما ليس بأحداث وأسباب هي 16 فهذه الحلقة هذي سنتكلمو على الأحداث على الحدث أنا حدثت أنا تنقولو قسرت الوضوء أنا بطلت الوضوء شكولو هذا الحويج اللي تبط لنا الوضوء؟ ستا البول والمذي شوفوه نايا ديرونا الحويج ديال القبول والحويج ديال الدبور البول والمذي والوذي والثلاث هادو أربعة تيكونو في القبول لديال المرأة ولديال الرجل وهذه نفصلوهم عندنا بالنسبة اللي تيكون في الدبور هو الغائط بمعنى الثلاث والمذي والوذي و الثلاث هادو أربعة تيكونو عندنا في القبول عند الراجل وعند المرأة في الدبور الغائط والريح وكي ينع الثلاث يقد يكون nawet هو بنسبة للريح يقد الآخر يكون الثلاث mathematically معناه الثلاث الشنو هو الثلاث هو الفرonders ken它的 ذيالح الفر الأس الخضر للحص الفر الأس الخضر الريح الفر الأس الدم فالياه هذا كل هذه الفرانات تتمشي هذه الفرانات تسمي هذه الحالة الثلاث شنو هو بنسبة دابا الآن نجي ونشوفو التفصيل ديال هاد الحدث هذا أولا نبدو بالبول شنو هو البول هو اللي تيخرج عند المرأة من القبول ديالها ومن عند الرجم القبول دياله تينقض الوضو الى خرج هاد البول هادا عالوجه المعتاد دون مرأة لانا كايد اللي تيخرج منه البول مرأة فحال ديال المرأة ما بقاش الحكم ديالها بحال نص طبيعيين لا 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 انا كايد نشي وعدين تتمشي تزورهم مساكن في الفراش ودك الشي نعسين وتيقول لي دائما تيبول تحت منه هاد الشي هادا وبالتالي تخليص له لا 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 انت عندك الحكم ماشي بحال نص طبيعيين ارصا فلهذا بالنسبة البول هو اللي تيخرج من القبول ديال الراجل وديال المرأة عالوجه المعتاد بدون مرأة ومن المخرج المعتاد اللي هو القبول هادا تتصبر ناقد الوضو شنوه التاني هو الغائط شنوه الغائط معناه قضاء الحاجة شنوه هذا قضاء الحاجة الاصل ديال الغائط فاللغه العربية هو الارض اللي من حدرة تنقوله الشعباء شي شعباء شي بلاصة من حدرة ايو وتسمى اللي تيخرج من الانسان غائط يسمى بالارض من حدرة اياه علاش هادا اول لغة العربية اللي اخترها الله باش كل لغات القرآن هادا باب التسمية ديال الحاجة بدك الشي اللي قريب منها والحقيقة ديال الغائط هو من خفضه من الارضي لان الناس حتي كانوا مكانوش لما رحيد لوالو تيمشي وفيه غادي يمشي ماشي غادي يتلع فوق الجبل باش يشوفوه الناس لا تيمشي الشي شعباء تيمشي لشي مكان منخفض معناه باش يقضي الحاجة وتكنى الله عزوج لكنى عن ذلك بالغائط والمكان المنخفض لان الانسان ايو لا بغى باش يقضي الحاجة ديالو تيطلب أستر مكان وأستر مكان هو ذو كالشعبات اللي تيكونوا لتحت هاد الغائط هادا تينقضي الوضوء الى خرج عن الوجه المعتاد المنين الوجه المعتاد معناه دون مرض ومن المخرج المعتاد وهوالدبر هادا التالشrab bob الى خرج بدون مرض وخرج من المخرج معتاد وهوالدبر ستتعصب رناقد الوضوء هادا نقض الثانى ال التالث الريح سيد ربي اسبحانه وتعالى ده الريح في اشف Dire فدبر بالراجل والمرأة هذا الريح هذا تينقض الوضوء الى خرج هذا الريح هذا على الوجه المعتاد بلا مرض لأن الحالة المرضية عند الحكم ديالها والمشقة تجلبه تتسير هذوك المرضى رأي معفو عليهم مش حال من أحكام أما هذا الشي الإسلام يتكلم على الصحاح أما هذك المرضى عنده الحكم دياله في شحال من حاجة لا في صيام دياله ولا في الحج دياله ولا في شحال من حاجة وهذا الريح هذا تيخرج عن الوجه المعتاد بدون المرض ومن المخرج المعتاد تكون هو هو الضبر الحديث ديال الصحابي الجليل عباد بن تميم عن عمه أنه شكاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة يبني سعادة الله خدام الله أكبر يمكن خرجت من نية شي حاجة وتيبقى دائما يوسوس له تم مياه وحتى تدو الصلاة ووتيوسوس له الإسلام تيجيب بش يحيد لك هذا الدبرة هذي وينكي هذك الشيطان العمو الله فقال صلى الله عليه وسلم لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا بمعنى حتى يطيق الخروج يلحدث أما التوهمات هذي مع فعلها وقع ما يديها فيها الرابع عن الودي هذا الشي واحد من هذوك الأصدقاء ديالي اللي قرره معاية فسمي سفلي ابتدائي مشال عند شي طبيب اللي هو مادي وقال لي رات تخرج مني شي حاجة فأعطاه شي عرام ديال دو ذاك الشي فحيل قلت ليه شنو هو يا أسي أصدق أعطاه شي اللي تخرج منه الودي عادي الودي هو واحد ليما بيد خاتر تيخرج بعد اللبول وواجب منه داك الشي اللي تيوجب من البول من الوضو لأن تيتقاس عليه لأنه خارج من طريق ديال البول وتينقض الوضو الى خروج وحدو تي قد ما يخرش بعد البول تينقض بالوضو أو قبل البول أما إلا خرج بعد البول فبحانه بحال البول لأنه ناقض له فليهذا هذا الودي هذا تتعتبر ناقض للوضوء خرج وحده ولا خرج قبل البول ولا بعد البول في جميع الحالات تتعتبر ناقض للوضوء الودي المذي هو الم اللي دارو سيد ربي سبحانه وتعالى تيخرج لا من الراجل ولا حتى من المرأة بسبب الدارو سيد ربي سبحانه وتعالى باش يسهل باش الولوج ديال الدكر ديال الراجل في القبول ديال المرأة وهذا تيتحرك غير تتحرك تتفكر في شهوات سيبدأ المذي تيخرج هو ماء رقيق تيخرج عند الملاعبة ولا تفكير في الجنس وهو يقرب الى البيض هذا حتى هو تينقض الوضوء السلاس هو الخروج ديال البول ولا الريح دون ارادة معنى الفران مبقاش وهذا هو مرض السلاس هو استرسال الشيء والاستمرار دياله وعدم الاستمساك دياله فبحال اللي عنده سلاس في البول وتيشمل سلاس ديال البول كذلك الريح وكذلك المذي وكذلك الاستحاضة اللي مبقاش الدم ديال الحيض وإنما استحاضة هنا كين عندنا الحيض هي الحالة الطبيعية ديال المرأة وتتحرف المدة ديالها ولكن داز ديك المدة وفتحت الخمستاش اليوم هنا تتولي حالة مرضية اللي هي استحاضة وحتى الدم ديال الاستحاضة ماشي بحال الدم ديال الحيض هاد الاستحاضة هادي هاد السلاس هادا إمتى تينقضنا لوضو وإمتى ما تينقضش تينقض لوضو السلاس إلا كان تيجي قليل ماشي بزاف معنى المدة ديال المجي ديالو قليل بزاف من الإنقطاع ديالو ويمكن الإنسان باش غادي يداويه فهذا كل ما جاء هاد السلاس هادا غادي يخصو يتوضى ويمشي يصلي لأنه ناقد لوضو أما إلا كان هاد السلاس هادا سواء كان الريح أو المدي أو الاستحاضة أو البول كين السلاس ما تيوقف ليش لا يفارق أصلا ولا كالإتيان ديالو تيجي هذا السلاس هادا كتر من الإنقطاع ديالو ولا تقد زمن ديال ديال الإنقطاع ديالو مع الإتيان ديالو ومستطعش الإنسان باش يداويه دار الوسائل ودك الشي هادا تيرفع عليه الإسلام هاد المسألة هادي وتيولي هاداك السلاس مبقاش من نواقيد ديالو لأنه دخل هنا في المشقة والمشقة تجلبو التيسير سمعوا أيها المرضى عافانا وعافكم والله ما تقلقش إلا كنت تتصليب تينزل منك الريح يخرج منك ولا البول ولا المدي ولا الدم ديال المرأة استحاضة وكان هاد الشي هادا تساوى في الإنقطاع ديالو مع الإتيان ديالو ولا كان الإتيان ديالو كتر من الإنقطاع ديالو ودرتي الوسائل ديال المدوات وما جاب الله احتاش حاجة فلهذا هاداك غير سير صلي به ما تحتاش مش يتعمر دماغ ديالك ولي وسوس لك الشيطان أما اللي كان الإتيان ديالو قليل ويمكن المدوات ديالو فهذا راه نعقد الوضو لأنه مكينش هناك مشقة والمشقة تجلبو التيسير والسلام عليكم ورحمة الله